في الفيديو هنتكلم عن موضوع مهم وهو الاطفاء الذاتي باستخدام الغازات النظيفة وبيستخدم على مطاق واسع بالمباني للحماية ومكافحة الحريق في الغرف الحساسة والمهمة في كتير من التطبيقات زي غرف الكنترول والداتا سنتر هنبدأ في الجزء الاول من الفيديو بالتعريفات المطلوبة للنظام ومكونات وتركيب اجزاء السيستم وفي الجزء التاني هنشرح بحص واختبارات تشغيل النظام بفيديوهات اغتبارات التشغيل العمل من الموقع فاير ساوريشان سيستم دي انظمة الاطفاء الذاتي البديلة عن استخدام المياه وشبكة سبرينكلر سيستم هنا انا بستخدم غازات الغازات دي زي CO2 زي نوفيك زي الFM200 والغازات دي بتتحرر من الاستوانات بتاعتها بتكون موجودة في استوانات بتتحرر من الاستوانات بتاعتها عن طريق وجود حساسات مثلا زي الصورة هنا بنوضح هنا ده الحساس بتاع الدخان حساس الدخان اول ما بيحس بوجود الدخان من الغرفة بيبقى عندي اكتر من حساس مثلا عندي حساسين لما بيبقى في تأكيد ان في حريقة او حدث لحدوث حريق في الغرفة الحساسات دي بتوصل اشارة للوحة الكنترول لوحة الكنترول اللي موجودة في النظام هي دي اللي بتقوم في الالكتريكال فالفا اكتويتر للاكتويتر اللي موجود على السلندر او الاستوانة اللي فيها الغاز وبيبدأ تحرير الغاز وبينزل الغاز يطفي الحريق اللي موجود في الغرفة عن طريق وجود النوزل وفي نفس الوقت بيكون عندي اجهزة الانذار المسموعة والمرئية ده كده التفاصيل البسيطة لنظام او بناخد فكرة عنه طيب الفايرفايتنج سيستم انظمة الاطفاق بتاعت الفايرفايتنج اما ان هي الفايرساب ريشان سيستم اللي هي انظمة الاطفاق الذاتي البديلة اللي اتكلمنا عنها او ان هي الاطوماتيك سبرينكلر سيستم اللي هي بتشتغل عن طريق مضخات للمية ويبود خزانات للمية وفي شبكة للمواسير وفي عند سبرينكلر سيستم في عند رشاشات حريق لما بيحصل ان رشاش الحريق بينكسر بيشغل النظام لكن هنا لا هنا عن طريق الحساسات بتاعت الفين وواحد. فيها الغازات بتكون غير موصلة للقهرباء. وفي نفس الوقت ما بتسيبش اي اثار او ترصبات او بتسيب اي اضرار في حالة تبخرها. طيب زي ايه? زي النوفيك والف ام تو هندرد. النوفيك والف ام تو هندرد ديت غازات. الغازات ديت بتكون عديمة الريحة عديمة اللون. الغازات ديت بتكون غير سامة. وبيبقى اللي عبارة عن مركبات كيميائية. طبعا هي مشروحة في كود الفين وواحد هي عبارة عن مركب كيميائي. ده في النوفيك وفي الف ام تو هندرد. المركبات الكيميائية ديت بتكون جيدة في ان هي تقاوم الحريق واشتعال الحريق. ان هي تستخدم في اطفاء الحريق. وفي نفس الوقت ما لهاش اي اضرار يعني اضرارها على البيئة او اضرارها على الاشخاص الموجودين في المكان بتعتبر قليلة جدا. بتبقى جهازات نظيفة. ما بيبقاش لها الوان. بتبقى الانبعاثات بتاعتها او الروايح بتاعتها قليلة. باللون بتاعها قليل جدا. وبتبقى نام توكسج جهاز يعني غازات غير سام. هنا بنشوف هواة الف ام تو هندرد والنوفيك. الف امتين و تلاتين. ده مسلا من كود الاني اف بي ايه. ده المكون بتاعها او المركب الكيميائي بتاعها. وهنا بشرح لي على حساب الفاير كلاسيفيكيشن المنمم ديزاين كونسنتريشن. يعني اقل يعني اقل تركيز مطلوب للغازات ديت في حالة التصنيف الحريق اللي انت هتستخدمه لمقافحتها او مقاومتها. هنا ده مسلا النوفيك وده الف ام تو هندرد. هنا ستورد ازا ليكويد. هنا ستورد ازا ليكوفايد كومبرست جاز. المدة الاطلاق بتاعت الغاز عشر ثواني. الابليكيشن. التطبيق بتاع النوفيك والاف ام تو هندرد هي تطبيقات كتيرة كده زي غرف التلي كوميونيكيشن زي غرف الكومبيوتر جوم. غرف الكهرباء في المتاحف ان انت في حالة الاطفاق بالمية مسلا وليكنوا عندك متحف او عندك وصائق مسلا مش عايزها تبوز. فانا عندي مشكلة ان المكافحة بالمية هتبوز حاجات كتير. يعني ممكن لو انا باستخدمها في غرفة كهرباء مسلا والمية ديت ممكن تنزل على معدات. المعدات دي تكون غالية جدا. فانت في الحالة دي عايز عايز تحافظ على المعدات. في نفس الوقت عايز تكافح الحريق. ففي الحالة دي احنا بنستخدم الانظمة بتاعت الكلين ايجنت او اللي هي الغازات النضيفة. بحيس ان الغازات ديت لما لما تنطلق مسلا لو غرفة غرفة كهرباء. لأ انا اقدر بعد ما تخلص الحريقة اشغل الغرفة تاني بدون اي مشاكل وبدون اي ضرر للمعدات. مسلا عندي المعامل مسلا بيكون عندي معدات غالية جدا في المعامل. فانا مش عايز ان مضرد ما حصل حريقة المية تنزل او حسنا يحصل خطأ او يحصل اي حاجة يعني تسريب او اي حاجة لشبكة المية او فيبوز لمعدات المعدات دي تكلفتها عالية جدا. في الحالة دي انا بستخدم الغازات اللي هي زي النوفيك والإف انتو هندرد بحيث ان انا المناطق ديت اكون مقام منها وفي نفس الوقت لو حصل حريق فانا اقل الضرر ان انا ما بوزش المعدات دي او اقدر احافظ على المعدات دي ان انا ارجع تاني استخدمها بعد عدوس الحريق وبعد مكافحته بالغازات المضيفة. هنا في الصورة احنا هناخد فكرة عن النظام قبل ما ندخل في تفاصيل الشرح. انا عندي هنا الحساسات. حساسات ديت لما بيحصل ان هي يحصل حريقة في الغرفة ويكون في دخان. الحساسات ديت هتبدي اشارة للوحة الـ control panel. لوحة الـ control panel لما بتاخد اشارة ان في حريقة حصلت في الغرفة بتبدأ بعد كده تشغل اجهزة الانذار سواء الاجهزة ديت المسموع او الاجهزة المرئية اللي هي الفلاشر اللي انت بتشوفه الوميد. ان فيه وميد او في حريقة هنا في الغرفة والسرينة بتاعت الحريق بتشتغل. وبعد كده لمجرد ما بيحصل تأكيد ان في حريق حصل في الغرفة من خلال اكتر من smoke detector بيدي اشارة للوحة ال control ان في حريق فعلا بالفعل حصلت داخل الغرفة بيبدأ بعد كده مرحلة التحرير الغاز وتشغيل الاكتويتر اللي تريكا الاكتويتر اللي موجود على الاستوانات بحيث ان الغاز يبدأ يطلع من الاستوانات وتبدأ مكافحة الحريق وهنا عندي manual gas release دوت في حالة ان انا عايز اشغل النظام manual يعني عايز اشغل المنظومة كاملة بس بشكل manual لان انا عبدو يبقى عمدي manual release manual pull station او manual release ممكن اي حد يقدر يشد المانوال دوت ويبدأ المنظومة تتفاعل بشكل manual وبالتالي في الحالة ديات المنظومة بيتم تشغيلها بشكل manual بدون الاعتماد على الحساسات بتاعة السموك اللي موجودة في الغرفة انا مش هعتمد على الحساسات اللي موجودة في الغرفة لكن وجود manual release لو في حد فتح المانوال release هيبدأ يفاعل النظام بشكل manual دون الحاجة للحساسات بتاعة الاسموك اللي موجودة في الورقة. مكونات النصام. system component. انا عندي ديت الاستوانة. دي كده بتبقى راس الاستوانة. راس الاستوانة عندي هنا المانوال valve actuators. ديت بحيث ان انا لو عايز اشغل الاستوانة ديت بطريقة مانوال. عندي هنا دي الالكتريكال valve actuator. دي المشغل الكهربائي بتاع الاستوانة. عندي هنا ده low pressure supervisor switch. ده اللي بدي اشارة ان فيه غاز بدأ يطلع من الاستوانة بالفعل. يعني actual condition بتاعت ان الاستوانة دي بدأت تطلق الغاز. هيدي الاشارة دي هتتحول هنا في low pressure supervisor switch دوت. وتروح تدي اشارة ان فعلا تم تحريج الغاز او انطلاق الغاز من الاستوانة. عندي هنا عداد للضغط pressure gauge. عندي بعد كده هنا فيه safety devices. بحيث لو لو الضغط ذات او حاجة يكون فيه عامل safety موجود. وعندي ده liquid level indicator. عندي ده liquid level indicator بقيس به المستوى بتاع الغاز او كمية الغاز داخل الاستوانة. وعندي ده خط ده خط الخروج بتاع الغاز. هنكمل مع بعض نشوف بالديتيلز واحدة واحدة التركيبات والمكونات بتاعت النظام. فانا عندي هنا الكنتينرز اول حاجة الكنتينرز انا عندي دوت البركت ديت ان انا اللي بسبت بيها الاستوانات ايض. وهنا حسب كود الان اف بي اي بيقولك الكنتينرز شال بي سيكيورد وز مينمون تو براكتز ان انا يكون عندي تو براكتز باس ان اي تسبت الاستوانات كويس. تو بريفينت موفمينت فروم فيجل. موشن ان انا اقل يعني ما يحصلش اي اتزازات او حركة للاستوانات وتكون مسبتة كويس. طيب التثبيت اللي انت شايفه على الصورة اللي في اليمين ده وده في حالة ان انا بستخدم السيزمك السيزمك ساب بورد. ان انا يكون عندي مثلا بورجة او مبنى هاي رايز بيلدنج المبنى ده بيستخدم انظمة مقاومة للزلازل. ففي الحالة دي انت بتعمل نظام اسمه السيزمك ساب بورد. يعني تثبيت عن تثبيت سيزمك بحيس ان لو حصل مثلا زلزال او حاجة الاستوانات دي يكون غير بتاعتها غير التثبيت بتاعتها لا هي كمان معمول عليها ساب بورد سيزمك بحيس ان هي متخرجش من الاطار بتاعها. الغاز بتاع نوفيك والف ام تو هندرد لما بيكون موجود داخل الاستوانات بيكون موجود في صورة السائل في صورة الليكويد. فهنا انا عن طريق ده بقدر رئيس مستوى او منسوب المائع او الغاز اللي موجود داخل الاستوانة. هو مش غاز هي في صورة سائلة. بس انا بقدر اشوف المنسوب بتاعها داخل الاستوانة. المنسوب السائل اللي موجود داخل الاستوانة ده قد ايه? من خلال ديت. ان هي بتدي له بتبقى يعني اواخد علامات كده بتدي له في الليفل اللي موجود داخل الاستوانة. وهنا عندي ده المشغل الكهروائي اللي هو ده اللي بياخد الاشارة بعد كده يعني بياخد اشارة ان يدي الاشارة للاستوانة ان هي تحرر الغاز. ده اللي لما بيفتح بيفتح معاه الاستوانا ويحرر الغاز والغاز بعد كده يروح يعمل عملية الاطفاق داخل الغرفة. طيب عندي ده ده عن طريق المانوال. يعني انا اقدر عن طريق الاستوانا نفسه يعني ده. الاكتويتر ده باقدر ان انا اشغل الامرجاني د Senator ile jobs مده على مكان يحرر واقدر حرر الاستوانا. فانا اقدر احرر الاستوانا عن طريق القهربة وده اللي شائع او الغالب ان هو بيتم عن طريق القهربة ان في عندي سموك ديكتور حساسات بتبطي اشارة لوحة القهربة بتعمل بعد كده هي عملية الاطلاق للغاز وده كله هنتشوفه بالتفصيل والسيناريوهات بتاع تشغيل النظام او عن طريق المانيوال كنترول هيد ده عن طريق الابشن المانيوال ان الاستوانة نفسها الاكتويتور بتاعها موجود في الابشن بتاع المانيوال كنترول هيد يقدر اي حد يشغله بدون ما يشتغل النظام عن طريق الكنرول. طيب ولذلك انا عندي حاجة اسمها بعداد احداث ده فيها الغاز. دي ده ده اهي. ده عدات بتاعة ويحس ان لما يحصل الانطلاق للغاز يدي اشارة ان في انطلاق للغاز من الاستوانة حصل. هنا ده عندي هنا ده ده هنا كده وتماني هنا ده الخروق بتاع الغاز. تمام؟ هنا ده هنا بركب الاكتويتر على راس الاستوانة، دي راس الاستوانة. دي اللي بحيث لو الضغط زاد داخل الاستوانة يبدأ الاستوانة يطلع او يهرب الضغط الزيادة عشان ما حصلش انفجار للاستوانة وهنا ده كده العداد بتاع الضغط ده كده مكان الاستوانة نيجي بعد كده الستشارج نوزل الستشارج نوزل ده اللي بيطلع منها الغاز في الأنظمة بتاعت الووتر يعني أنظمة سبرينكلر سيستم بيبقى اسمها سبرينكلر عشان بيبقى فيها مية لكن انا هنا لأ انا هنا عندي غاز ده غاز اللي هيمشي في المواسير ده غاز وغاز ضغطه مش قليل فهنا انا بركب نوزل اسمها النوزل تمام؟ اهم حاجة في النوزل دي لما بتيجي تركبها ان انت مع نهاية الخط بتعمل ريجد سببورت خط كده ريجد سببورت والسببورت ده بيكون ثابت بحيث ان ما حصلش هزة لان بيبقى الضغط عالي شوية الضغط اللي بيبقى طالع من الصنات تشغيل النظام عالي شوية فبتكي قبل نهاية النوزل ديت قبل نهاية النوزل بتعمل سببورت فكسد يكون ثابت كده بحيث ان هو هيكتف الخط معاك طيب وهنا في نفس الحكاية النوزل دوت على حسب الاشتراطات بتاعت ال NFPA ان هي تكون متناسبة مع نوع الغاز وان هي تكون بتنزب المساحة اللي هيغطيها الغاز لها حسابات طبعا وعندي الماكسيموم بيرمي تايم يعني المدة اللي بينطلق فيها الغاز من الاسطوانة عشر ثواني انا عايز لما يحصل حريقة عشر ثواني يكون كل الغاز اللي فلسطوانة طلع وتفضى داخل الغرفة هنا هو بيتكلم عن ال Distribution System بيقول لي Initial Discharge Time for Helo Carbon Agents Discharge Time shall not Exceed لازم ما تتخطاش العشر ثواني يعني العشر ثواني ده المكسيموم بتاعك في اختلال العشر ثواني او اقل من عشر ثواني يكون كل الغاز اللي فلسطوانات دي طلع ويراح عشان يطفي الحريقة اللي موجودة في الغرفة وطبعا ممكن يبقى عندي اكتر من النزل في عندي Distribution بيتوزع وعندي سبورتات اهم حاجة ان انا باجي قبل النزلة بتاعت النزل وبعمل ريجد سبورت يعني قبل النزلة دي بوم جاي مكتف الخط من النهاية هنا بعمل ريجد سبورت عشان خاطر ضغط الغاز بيكون زيادة فلو السبورت دوت عبارة عن اتياش والسبورتات عادية ممكن الخط ده يتهز معاك لكن لما بتعمل ريجد سبورت على نهاية الخط بتكتفه نشوف ريديو للتركيبات من الموقع هنا دي الاستوانات دي مجموعة الاستوانات وده Distribution هتلاقي المواسير الفوق دي ده Distribution اللي بيمشي في الغاز هنا ده النزل اهو بشكل النزل كمان فيه اكتر من النزل في الغرفة دي دي غرفة كهربة فيها اللواح كنترول دي اللواح كهربة دي اللواح دي دي سي بتاعت الكنترول وهنا دي مجموعة الاستوانات ايه ده الابر بتاعهم اللي بيجمع الخارج بتاع الاستوانات وعا كده بيبدأ Distribution بتاعه داخل الغرفة هنا دي اجزة الانزار وانا هنشوف دي ده ده الجهاز الفلشر لانزار المري وهنا دي لوحة الكنترول دي لوحة الكنترول بتاعت الغرفة ده المانيوال ريليز اللي جنبها ده اللي هو المانيوال بولستيشن ده المانيوال ريليز وهنا فيه الابورد سويتش اللي بيعمل دي لي وهنا دي لوحة الكهربة في المخاططات بتاعت الحريق هتلاقي ان الغرف اللي فيها نوفيك او اف امتو هندرد الغازات عموما او الكلين ايجنت بيدي لها يقولك هنا مسلا ده نوفيك 1230 وبيديني الكباستس بتاعتها وبيمانشن للغرفة هنا نفس الحكاية مثلا فيه عند الغرفة دي بتاعت الكميونيكيشن ديت فهنا برضو نفس الحكاية بيقوم الديمينشن ان هنا فيه استوانات هنا فيه نوفيك 1232 وبيديني الكباستس بتاعتها ده كده بيديني انتيكيشن دي في اللوحة الرئيسية بتاعت الفيرفايتنج يعني دي اللوحة بتاعت الفيرفايتنج اللي فيها توزيع شبكة السبرينكلر سيستنج وبيعرفني ان الغرفة دي هيبقى فيها نوفيك وطبعا هو بيعمل حساباته التصميمية فعارف الكباستس بتاعتها قديه بعد كده بيجي السابلايرز او المورد اللي هيجي يشتغل او الشركة اللي هتركب المنظومة دي بتديلك مخططات تفصيلية للنظام كل حاجة بتديها لك بيديلك الاستوانات والفيتنج اللي هتشتغل بيها والماتيريال والاقطار بتاعتها والنوزل والتوزيع بتاع النوزل والتوزيع بتاع السموك ديتكتور ومكان اللوحة بتاعت الفير بتاعت الكنترول وبديني التفاصيل بتاعت اللوحة دي اللي هيتوصل بيها بيعرفني الارتفاع بتاعت تركيبات مثلا اللوحة دي هتركب على ارتفاع قد ايه الابورت السويتش والمانيوار ريليز ارتفاعات ومات типه قد ايه بتاعت الابورت السويتش والمانيوار ريليز بيعرفني السيكنس's of operation اللي هي المراحل التشغيل بتاعت النظام يجبني يعرفانا عشان هيجي البرمجة او الصوفت وير اللي هيتم ادخل اللوحة ودا اللي انت هتختبره بعد كده في التشغيل وعندي بيديني الطريقة اللي هيسبت بها المواسير بتاعته هنا بيبدأ يديني System Information Data البيانات بتاعت السيستم ديت من حيث الاستوانات بيعرفني التركيز بتاع الغاز في الاستوانات بيعرفني وزن الاستوانات وحجم الاستوانات وبيعرفني الدنيستي بتاعت الغاز اللي موجود في الاستوانات بيعرفني كل حاجة كل البيانات عدد الاستوانات بيقول لي كام استوانات هنا بيعرفني البيانات اكتر عن الاستوانات الوزن بتاع السيلندر الاستوانة الوزن وهي فيه الغاز كام الابعاد بتاعت المسلندر الابعاد بتاعت الاصطوانه نفسها وهنا بيتكلم عن المتيريا اللي استخدامها المتيريا الDetail وهنا الصبرتات اللي هيركّبها وده نوزل Detail ده باينات النوزل اللي هيستخدمها في دي elo ser humano بيديلك الDetails بتاعت Dat88 الروس الارتفاع الغرفه العرض الارض الاريا بتاعت الغرفه حجم الغرفه لان دي تتاخذ في الاعتبار هو بيحسب التصميم باعت الاستوانات عايز الاستوانات قد هي فبتبقى على حسب مساحة الغرفة وحجم الغرفة وهنا كده دي general notes وهنا دي legend اللي بيجديني الرموز اللي موجودة جوه اللوحة الرموز اللي هو بيستخدينه جوه اللوحة بعد كده هنتكلم في موضوع مهم هو system activation او تفعيل النظام انا عندي دي لوحة control panel لوحة التحكم فعندي اكتر من حاجة بتقوم بتشغيل النظام دوت انا بيبقى عندي اكتر من detector بيعتمدش على detector واحد لازم يكون عندي على اقل على اقل اتنين ديتكتور طيب ايه الهدف من الاتنين ديتكتور ان انا يبقى عندي انظار اول وانظار تاني هنفهم ليه دلوقتي الاستراض ان انا عندي لو عندي smooth detector واحد وحصل مثلا ان هو في عطل مثلا او شوية تراب فطراب في الغرفة او smooth detector ده في عطل او حاجة فانا الاستوانات دي احنا قلنا من الغازات دي مكلفة وفي نفس الوقت بيحصل اخلاق وبيحصل سرينة وبيحصل حاجات integration في system فانا مش عايز بمجرد ما ان فيه error او خطأ حصل في detector يحصل انطلاق للغاز ويحصل تشغيل النظام فلازم اتنين يفعلوا النظام لازم يكون فيه على اقل اتنين smoke detector حاسين بوجود الدخان علشان يحصل بعد كده تشغيل السيستم طيب ايه اللي بيحصل في الانذار الاول او ايه اللي بيحصل لو detector او smoke detector او الحساس الاولاني لقط ان فيه دخان لو smoke detector الاولاني لقط ان فيه دخان وراح ادى اشارة للوحة ال control لوحة ال control بعد كده هتبدأ ان هي تشغل الانذار الاول يحصل انذار اول ان فيه حاجة في الغرفة في smoke detector مديني اشارة ان فيه دخان واحنا مش متأكدين هل ده حريق بجد ولا لا فبيحصل انذار بحيث ان ال facility او الناس اللي موجودين في المبنى يبدأوا ان هم يروحوا يشوفوا ايه المشكلة او ايه اللي خلى الانذار دا يحصل ممكن يكونوا عقل في السيستم نفسه طيب بعد كده لو حصل ان ال detector الثاني او smoke detector اللي موجود في السيستم اللي هو الحساس الثاني لقط دخان ده معناها ان بنسبة كبيرة في حريق بجد حصل في الغرفة عندي اكتر من Smoke Detector ده Smoke Detector ده Smoke Detector فده لقط النفي دخان وده هو كمان لقط النفي دخان ده معناها ان بنسبة كبيرة في حريق في السيستم ايه اللي بيحصل؟ بيحصل بعد كده ان لما Smoke Detector التاني ياخد يدي اشارة لـ Control Panel ان انا حاسس للدخان انا كمان عندي Detector الاولاني حاسس نفي دخان ودتكتور التاني لقط النفي دخان بيشغل الانذار التاني ده اسمه Common Alarm طبعا عندي الانظار دي بتبقى جههزه مرئية بيبقى لشر وجههزه مسموعة بيبقى عن طريق السرينة في هنا الـ Common alarm ده بيبقى سوطه اعلى طبعا من الانظار الاول الانظار التاني بيبقى سوطه اعلى من сам تنظر الاول ده معناها ان في حريقة جد وان السيستم يبدأ يشتغل هيبدأ يشتغل بعد قد ايه بعد 30 ثانية بعد 30 ثانية من الانذر التاني هيبدأ تحرير الاستوانات وتبدأ السولونوت الى اللى موجود علي الاستوانات دى تبدأ انها تفتح ويبدأ انطلاق الغاز ده الغرف دي ولو ان تبدأ المكافح ده بعد 30 ثانية بيديك معد الثلاثين سانية من الانذر التاني بحيس ان يحصل اخلاق للغرفة ان الناس تبدأ لو موجودين دو هذا في واخي بجد في انظر حريق قد works فيひとط اخلق قبل ما يبدأ انطلاق الغاز في نفس الوقت التلاتين ثانية دول بيحصل فيهم إنتيجريشن زي مثلا لو أنا عندي دنابر رجبة على خط التكييف اللي داخل الغرفة الدنابر دي بتبدأ تقفل بمجرد الإنذار التاني ما يشتغل تبدأ الدنابر دي تقفل ويبدأ سيستم إنتيجريشن يشتغل معك لأن في حلال التلاتين ثانية دول هنبدأ انطلاق الغاز طيب المانيوار ريليز المانيوار ريليز معنى كده أن انت مش هتعتقد على الديتكتور إشارة الـ Control Panel أو اللوحة مش هتاخد إشارة من الديتكتور هتاخد إشارة من المانيوار ريليز إن فيه شخص هو اللي عايز يحرر الغاز بالمانيوار ريليز في الحالة دي بيشتغل الإنذار التاني على طول في المانيوار ريليز في الحالة دي أول ما بيفتح المانيوار ريليز بيشتغل الإنذار التاني على طول وممكن ينتظر التلاتين ثانية وبعد كده يحصل انطلاق الغاز أو بيعمل سيت بوينت وعداد إن في حلال العشر ثواني خلاص أنا فتحت المانيوار ريليز عشر ثواني ويعمل انطلاق للغاز أو تلاتين ثانية كأنك بدأ من الانذار التاني كأن سموج الديتكتور التاني هو اللي ادى الإشارة طيب الـ Abort Switch الـ Abort Switch دي حاجة أنا بعمل بها hold للسيستم في المدة بتاعت التلاتين ثانية دي بمعنى إيه؟ أنت دلوقتي وليكن الانذار التاني اشتغل وفي خلال تلاتين ثانية هيبدأ تحريد الغاز أنت خلاص حد طف الحريقة مثلا الـ Abort Switch طول ما انت ضغط عليه أنت بتضغط على الـ Abort Switch طول ما انت ايدك ماسك الزرار بتاع الـ Abort Switch طول ما انت بتعمل hold للسيستم مش هيحصل أي تحريب أو انطلاق غاز للسيستم والـ Abort Switch ده بيبقى جنب لوحة الكهرباء بيبقى جنب اللوحة بتاعت الـ Control Panel بيبقى جنب لوحة الـ Control ليه؟ علشان يعمل reset للسيستم بيبقى بيضغط على الزرار بتاع الـ Abort Switch وبالتالي مش هيحصل أي انطلاق للغاز خلاص انت بتعمل hold تبدأ تعمل reset لللوحة بجرد ما عملت reset لللوحة خلاص انت كده وققت السيست طب لو شلت ايدك من ال abort switch يعني لو ايدك دي تشالت من ال abort switch وانت ما عملتش reset لللوحة 10 ثواني والنظام هينطلب 10 ثواني والغاز ده هيتحرق لان ده معناها ان الشخص اللي ضغط على ال abort switch نفسه ممكن يكون جراله حاجة فخلاص النظام اول ما شلت ايدك اول ما صابعك ده اتشال من ال abort switch النظام هيبدأ يشتغل ذاتي هياخد 10 ثواني بالزبط ويبدأ النظام يشتغل والعشر ثواني دول هو كمان بيدهم لك لو انت عايز تهرب يعني لو اللي ضغط على ال abort switch ده نفسه عايز يعمل اخلاق او يهرب من الغرفة هو كمان يبقى عنده المجال ان هو يهرب في اخلال العشر ثواني مجرد ما شل ايده او شل صباعه من على زرار ال abort switch لكن طول ما هو ضغط عليه مش هيحصل اي تحرير للغاز طول ما انت في مدة 30 ثانية اول ما جيت في مدة 30 ثانية وضغطت على ال abort switch مش هيحصل تحريد للغاز عشان تقدر ان انت في الوقت ده تعمل reset للغاز هنا دي اللوحة بتاعت control panel بتاعت الغرفة طبعا دي بتبقى باتريات ركبة جوة اللوحة بحيث ان هي تقدر تشغلها في حالة انقطاع الكهرباء وده زرار ال abort switch اللي تكلمنا عنه طول ما انت ضغط على زرار ال abort switch طول ما انت عامل hold للسيستم في المرحلة اللي هي بتاعت من بعد الانتظار التاني وتقدر تعمل reset للغاز على ذلك هو بيبكى بجنب اللوحة لحيث ان انت تضغط على الزرار ده وتعمل reset للغاز لكن مجرد ما هتشيل ايدك 10 ثواني والنظام هيبدأ يشتغل وبيديك مدة 10 ثواني كمان عشان تعمل اخلاق طبعا ال abort switch ده بيبقى فيه منه surface mounted وفيه منه flash mounted فيه منه اللي بركب كله بره الحيطة خارج الحيطة وفيه منه اللي بركب جزء داخل الحيطة او جزء بره الحيطة حسب شكل التركيب بتاعه هنا بنتكلم عن fire alarm control unit ده من الكود ال NFBA فهو المعلومة المهمة اللي انا عايزك تعرفها ان السيستم ده لازم يكون فيه backup battery or buy an emergency generator يعني اما ان انا عندي generator بيديني power emergency في حالة انقطاع الكهرباء normal فيبقى عندي مصدر بديل للطاقة موجود جوه المبنى اللي هو emergency generator او عن طريق باتريات والباتريات دي تكون بتشغل السيستم لمدة 24 ساعة المهم ان ال stand by stand by في الباور يكون بيقدر يشغل السيستم لمدة 24 ساعة هنا بيتكلم عن objective of breathe discharge alarm and time delay بيقولك ان العطلات او وقت العطلات فترة العطلة ديت اللي هي قلنا 30 ثانية او 10 ثواني فترة العطلة وفي نفس الوقت breathe discharge alarm اللي هو الانذار الاول ده بيبقى الهدف منه prevent human expuser to agent ان هو يمنع ان الناس تتعرض للغاز يعني ان الناس يحصل اخلاق او يحصل evacuation للمكان time delay shall be used only for personal evacuation or to prepare the hazard for discharge هنا بنتكلم عن automatic detection ففي الحالة دي بيقولك at least two source of power اقل حاجة يعني لازم يكون عندي two source of power لازم يكون عندي backup عندي emergency عندي backup source بحيس لو حصل انقطاع للكهربا لو انا عندي باتريات دي فا minimum اقل فترة تشغيل فحالة انقطاع الطيار الرئيسي للكهربا تكون 24 ساعة وهنا بنتكلم عن وكل حاجة تخص في السيستم بيبقى عن طريق الكود الف بي اي 72 هنا بيقولك control panel for releasing service detecting and activating alarm and control system shall be designed by install test and maintain in accordance with 72 فانعندي كود 2001 ده الكود بتاع الكلين ايجنت بتاع الغازات النظيفة نفسها وفي الكود ده نفسه بيقولك ان لوحة القهربة بتاعتي والاجهزة بتاع الانذار والاجهزة بتاع التحكم دي هتم من خلال الكود بتاع الانذار 72 هنا بيتكلم عن الارتفاع بتاع التركيب بتاع الابورت سويتش يعني انا بعمل بي hold system لحد ما اعمل ريسيت اللوحة في حالة ان تمت مكافحة الحريق او في حالة ان الانذار كان كاذب فالابورت سويتش ده ارتفاع التركيب بتاعه minimum متر اقل حاجة يكون على ارتفاع متر واقصى حاجة على متر 22 ده كده الابورت سويتش يعني هنا دور الابورت سويتش بتركبه كده وكمان المانوال ريليزة يبقى نفس القصة انت اقصى اقصى ارتفاع لك اقصى ارتفاع لك يكون متر 22 ده اقصى ارتفاع ماشي؟ ده ده اعلى حاجة تقدر تركب عليه وقال لحاجة ما تقلش عنها ما تقلش عن يعني متر وـ 7 يعني قول واحد متر ما تقلش عن المتر ما تقلش في التركيب عن متر ومتزيدش عن المتر 22 من ارتفاع منزوبة تشريف بتاع الارضيات تمام؟ هنا كمان نفس الحكاية في المانوال بول ستيشن أو في المانوال بول ستيشن يقول لك ان المانوال بول ستيشن لازم هتكونش هيقل من متر وما تكونش اعلى من متر 22 فروم فينيش فلور وما يكونش فيه اي اوبستراتشن يعني المانوال بول ستيشن يعني تقدر اي حد يوصل مفيش اي حاجة بتاعوق ان انت تقدر توصل لها هنا بنشوف الIFM 200 هو رايك في تراتس فورمار بيبقى عند استوانتين واحدة ستند باي للتاني بحيس ان لو واحدة اشتغلت وفضت ببدأ اشغل التانية والتانية بتشتغل على بال ما تملى الاولانين ده كده بتاع الموزل فانا عندي بيبقى في استند باي في السيستم طبعا اي فتحات بيكون عليها دنابر لو فتحات للتكييف بيكون عليها دنابر بحيس انها تقفل ساعة التشغيل هنا طبعا كل الفتحات دي بتتقفل كويس جدا عشان الغاز ما يهربش من الغرفة بعد الانطلاق وكل الفتحات بتاعت الدكت دي بتتقفل والفراغات دي بتتقفل في فارب فاير ستوب سيلا لو عندي فتحات للتكييف زي كده مثلا بيكون عليها دنابر ده كده الانظار اهو دي الستوانات اف ام 200 وهنشوف اللوحة بتاعتها هنا ده في الاشهار وهنا دي لغة الكهرباء ايه يكون جنبها الابورت سويتش وجنبها المانوال ريليز هنا ده المانوال ريليز لو انت عايز تشفعل او تشغل النظام بشكل مانوال فعل المنظومة بشكل مانوال وهنا الابورت سويتش لو انت بتعمل hold لحد ما تعمل ريسيت لللوحة في خلال مدة المتطلبات الغرفة انا عندي اول معلومة مهمة عايزك تكون عارفها ان حسب الاني اف بي اي اي انا عايز لمدة عشر دقايق ان الغاز ده يفضل محبوس في الغرفة بعد حدوث الحريقة يعني لو حصلت ان انا عندي الغرفة وحصل حريقة والغاز مطلق داخل الغرفة الغاز ده انا عايزه يفضل موجود داخل الليز بيزز او داخل الفراف ده لمدة عشر دقايق كمين بعد العشر دقايق دول بتفتح الغرفة بعد تبدأ بعد كده خلاص تبدأ تفتح الغرفة وتبدأ تشوف ايه اللي حصل وتبدأ تعمل reversal system وتبدأ بعد كده تشغل الامزمة لكن مدة العشر دقايق دول لازم الغاز يكون موجود داخل الغرفة وبالتالي انا مش عايز يحصل اي تسريب فهنيجي مثلا لو انا عندي خطوط الدكتنج المعدية داخل الغرفة او لو عندي مثلا مواسير معدية او لو عندي كيبل تري اي حاجة معدية مخترقة القدران بتاعت الغرفة دي لازم تكون متأمن عليها متقفلة كويس جدا ومعمل لها fire stop sealant ده دي مادة كده بfire stop sealant دي عشان تقوم انتقالي الحريق عشان تحس ان الحرارة او الحريق اللي موجود في الغرفة ما يبنيلش البرة وفي نفس الوقت انا مش عايز ان الغاز يطلع يعني عايز ان الغاز يفضل موجود جوه الغرفة فبقفل الفراغات دي كويس جدا عندي دي كده اللي هي بدور undercut عندي ديت اللي هي تحت ده مثلا اسمه raised floor ده كده زي البلاطات الصناعية ده كده كأنه بلاط صناعي بيمشي تحت منه ترنكات ويمشي منه تحت منه حاجات ولسه هيتكمل هنا يعني ده كده لسه هيتكمل هنا يبقى فيه بلاط وده وده اخر الباب فتحت الرزد floor ده لازم يتقفل كويس جدا يعني لازم الغرفة من تحت اي بلاطات موجودة او تحت اي حاجة لازم تكون مقفلة من الحيطة للحيطة لازم تكون مقفلة من الحاقت للحاقت وبالتالي حتى لو هنا دي عتبة الباب هنا كده تحت عتبة الباب دي المنطقة اللي تحت البلاط دي كمان هي كمان بتتفل دي كمان بركب موترائز فاير سموك دمبر على داكتنج اللي داخل الغرفة الفريش والهوى لو يغاز الغرفة او لو عمدي خط ريتيرن مسحوب من الغرفة فالهوى الفريش والهوى الغرفة لازم احط عليه موتورائز فاير سموك دمبر بحيث ان بعد الانظار التاني بعد حدوث الانظار التاني وقبل انطلاق الغاز بيبدأ ياخد إشارة إن هو يقفل كل الدنابر دي بقاس إنه ما يحصلش تسريب للغاز يبقى خلاص الغاز انطلق في الغرفة ويقدر داخل الغرفة لمدة عشر دقائق أي فراغات أنا بقفل عليهم هنا ده كده شكل الموتورايز فيروس موك دمبر أهو فمجرد ما بتحصل حريقة داخل الغرفة خلاص الموتورايز فيروس موك دمبر بيقوم قافل بحيث يمنع انتشار الحريق أول حاجة يعني الهدف منه ان هو هيمنع انتقالي الحريق من الغرفة لبرا الغرفة والعكس وفي نفس الوقت الحاجة الثانية انه هو هيمنع انتصرب الغاز هيمنع ان الغاز دوت اللي موجود داخل الغرفة يخرج من الغرفة لإنه عايزه داخل الغرفة لمدة عشر دقائق بيكلم عن الليكتش الكنترول بيتكلم برضو عن بنتريشن اف اول كايند اتشفاك دكت ان أي حاجة للدكت والدورز والويندو لو عندي الببان عندي الشبابيك دي كلها بتعملها بنتريشن كويس جدا ويبقى شفيها تسريبات والدكت اللي راكب في الغرفة هنا بيتكلم عن الريزد فلور لو انا عندي اف اريزد فلور موجود في الغرفة برتشن شب بي انستول under the floor directly under above floor بوردر برتشن يعني لو انا عندي رزد فلور لازم اقفتل كويس جدا لحد النهاية عندي هنا بيتكلم عن الفتحات والكراكس اي حاجة فتحات او حاجة لازم تعملها بنتريشن وشوت بي سيلد لازم تتفل بفاير ستوب سيلد عشان ما يحصلش تسريب هنا بيقول لي ان البروتيكتد اريا شب بي انكلوزد وزول برتشن ان يبقى البرتشن بتاعك دوت فرمزة فلور سلاب دوسة سيلنج سلاب ان هو يكون من الارض للسقف هنا في الصورة هنتكلم عن الريزد فلور وعلاقتها بالغرف اللي فيها الحماية بنظام النوفيك او الFN200 انا عندي ده التأسيس بتاع رزد فلور بيبقى زي ارضيات جاهزة كده ذا كنم الشيسية بعد ذا الوشيسية رکوا بتحريب هل بالحضر وبيركبت عليه بالباضا itsr الكيبو نضي سيلد الكابلات الكميوهات الانترنت الويها هنفسها افترضنا ان دي فالغرفة الرئيسية اوضيها لدور كله يبقى في الصورة ينزل ب tenants يربط على التدور لقى بيصير او للاوتلت للاوتلت لذا اللي هي عبارة عن الفلور بوكس في الاخر الاوتلت ذي ياخد منها ماكهو التوصلات يعني ياlogo لو قامت بمكاتب بيبدء او مكاتب او اجهزة كهربائية او معدات يبدا هو بيوجد فيها على طول وبالتالي هي بتبقى وسيلة سهلة بعد كده لما بيجي بعد كده الصيانة عايز يمدد كابلات او فيه مشاكل في كابلات او عايز يزود حاجة معينة او كده بيبقى سهل عليه ان هو يفك البلاطة ديت ويشوف التمديدات بتاعت الكابلات بتاعته يوصل بها مكان ما هو عايز من غرفة الداتا سنتر او الغرفة بتاعت الكوميونيكيشن او الغرفة بتاعت الكهرباء اللي هو بيوزع منها الرئيسية طيب ايه علاقتها بالموضوع اللي احنا بنتكلم عنه في النوفيك او الFM200 هي الريزد فلور ده ان الريزد فلور ده انا هنا هيبقى عندي منسوب للبلاط عندي هنا منسوب للبلاط هيبقى بعد كده فوق المنسوب بتاع البلاط ده عندي الباب طيب انا عايز المنسوب بتاع البلاط ده المنطقة اللي تحته هتبقى مفرغة زي ما انت شايف هنا كده المنطقة اللي تحت الريزد فلور دي كلها كده مفرغة بلاطات مفرغة من تحت هنا ده مفرغ من تحت فانا عايز المنطقة دي تتقفل يعني عايز لما يبقى البلاط ده كله ماشي مياه واحدة البلاط اللي تحتيه كمان بقفله بعمله قفل بحيث ان ما ينزل يعني ما يبقاش فيه اي تسريب للغاز لو الغاز دوت نزل تحت البلاط دوت ما يطلعش برا الغرف هو ده اللي احنا شايفينه هنا في الصورة هي دي ان انا عندي دوت الريزد فلور وانا عندي الريزد فلور ده مكمل لبرا وعندي دي شكل الريزد فلور اللي انا بقفلها وبعد كده الباب هيبقى موجود فوق البلاطات الجزء الثاني من الفيديو System Inspection and Operational Test اختبارات التشغيل وفحص واستلام تركيبات النظام هنبدأ بالInstallation Inspection يهمني اثناء الفحص ان اللي استوانات تكون متثبتة كويس وان الName Blade اللي موجود على اللي استوانة يكون في البيانات مزبوطة وان المواسير المستخدمة تكون حسب الاعتمادات هي والفتنج والسبورت يكون حسب المخططات والديتيلز هنا عندي دي الاستوانة راس الاستوانة بيكون راكب فيها Supervisor برشار سويتش دوت بحيث ان لو حصل انطلاق للغاز Manual انا عندي هنا Option ان انا اقدر اشغل الاستوانة ديت بحاجة من الاتنين اما عن طريق المانوال اكتويتور دوت اللي موجود فوق راس الاكتويتور او عن طريق الاشارة اللي بتيجي للأكتويتور الاشارة اللي بتيجي للأكتويتور بتجيله من الوحة التحكم لوحة التحكم بتبديله اشارة بناء على وجود اللي بيديها اشارة ان في حريق حصل او بيدي Actual Condition ان في حريق حصل او عن طريق المانوال ريليز فدول بيديه اشارة للسولونايد بحيث ان السولونايد يفتح ويشغل النظام او عن طريق المانوال اللي فوق راس السولونايد دوت ففي الحالة دي انا بكون محتاج ان انا يكون عمدي البرشار سويتش ده ان هو يديني Actual Condition زي Feedback فبالتالي انا بستخدم البرشار سويتش دوت ان هو يديني Feedback يدي Feedback ان حصل Actual Condition ان الاستوانا دي اشتغلت بالفعل واطلقت الغاز بتاعها بعد كده يهمني ان اللي متوصل بالراس الاستوانا يكون حسب الاعتمادات هو كمان وهنا طبعا بشوف العداد بتاع الضغط بتاع الاستوانا وديت شكل كده ده شكل السولونايد وهو مفكوك من الاستوانا بعد كده انت بتركبه على راس الاستوانا ديت ده شكل السولونايد وده البنز اللي موجود اللي بيفتح اللي بيبقى يعني اللي ما بياخد الاشارة الكهربائية هو بعد كده ده البنز اللي بيفتح بعد كده الاستوانا لمسار خروج الغاز يعمني يهمني Supporting بتاعت النوزل يهمني طبعا انا شايك على النوزل والتوزيع بتاعت Distribution بتاعت النوزل داخل الغرفة او الحيث اللي انا بعمله حماية هنا ده Fixed Support اللي احنا قلنا النواة لازم بتركبه على الخطوط بتاعت الغاز لان الضغط هنا بيبقى عالي شوية فلازم ان انا اكون مكتفه او مثبته كويس طبعا بتشايك فيزيكالي على الغرفة ان ما فيش اي تسريبات ان الاماكن اللي المفتوحة ما بين الخطوط الضغط او المواسير او لو فيه كابلات ماشية في كيبل تري او كيبل ترانك ده كله بيتقافل كويس جدا ويتبقى بتستخدم مادة مقامة للحريق Fire Stop Seeland عندي هنا بكون متأكد ان كل الخطوط بتاعت التكييف الهوى اللي داخل او الهوى اللي خارج من الغرفة بيكون عليها بحيس ان حالة حدوث الحريق يكون اشارة يقدر يقفل الخطوط ديت ويحافظ على الغاز جوه الغرفة كمان المترايز ده بيبقى من الحاجات اللي انت بتختبرها في حالة ان انت بتختبر بتختبر ان في حالة بعد انطلاق النظار التاني والمدة اللي هينطلق فيها الغاز الفترة دي لازم ده يقفل فانت بتشايك عليه برضو في الموقع انه يعمل له ويمتزبط بحيس ان السيستم لما يجيه يتفعل المترايز ده يشتغل ويقفل بحيس انه يحافظ على الغاز جوه الغرفة لمدة عشر دقايق هنا كمان بالنسبة للكهرابة طبعا ان اللوحة الكهرابة تكون في مكانها مصبوط يكون البتاريات بتاعتها ركبة الحاجات اللي جوها طبعا مانسين الكهرابة بيرشعيكوا عليها طيب هنا بيبقى الابورت السويتش الابورت السويتش يكون راكب في مكانه طبعا احنا قلنا ان اقصى ارتفاع ليه متر اتنين وعشرين واقل ارتفاع متر فيكون راكب في مكانه مصبوط ويكون جنب اللوحة بتاعت الكنترول بحيس لو انت عايز تعمل يكون قريب منها وعندي نفس الحكاية في الماني والريليز الماني والريليز هو كمان بيركب على ارتفاع متر اقل حاجة متر واقصى حاجة متر اتنين وعشرين فبتشيك على ارتفاعه اماكن التركيب بتاعته السرينة بتاعتي السرينة اللي بتشغل اللي بتشغل الانظار والفلاشر اللي ان انا عندي الاجهزة الانظارة بتبقى اجهزة مسموعة واجهزة مرئية فالسرينة بتاعت الانظار الاول والانظار اتنين يكونوا ركبين في مكانهم طبعا هنا ده الباب كمان الباب يكون فيه الابشن بتاع الهولدر ان هو يقفل نفسه بنفسه بحيس ان هو ما يفضلش مفتوح يعني ما يجيش حد جوه الغرفة فيحصل حريق فيهرب من الغرفة ويفضل الباب ده متساب مفتوح لازم يبقى فيه حاجة زي هولدر كده تشد الباب ذاتي بحيس ان لما يحصل انطلاق للغاز ما يكونش فيه اي ببان مفتوحة داخل الغرفة System operational test اختبارات التشغيل هنشوف هنا اختبارات التشغيل من الموقع هنا هنعمل activation للنظام بنبدأ نشغل السيستم هنا الانظار هيبدأ يشتغل كده الانظار الاولان يشتغل بعد 30 ثانية المفروض خلاص كده هنبدأ احنا رشيني سبريا على الانظار التاني هو كمان ايوه هيبدأ السيستم يشتغل بدأ الانظار التاني اشتغل اهو دا صوت الانظار التاني فانا عايز اكتبر ايه انا عايز اكتبر ان الاكتويتر او السيروانيد هيفتح بعد مدة اللي انا زابط عليها السيستم فانحن اضبطين السيستم على 30 ثانية المفروض ان السيروانيد دا يفتح بعد 30 ثانية فاحنا نشوف العداب ومنشوف السيروار طبعا انت باتتدبرش واكتب ش على السلوانة نفسها انت باتدبر على السيروانيد لان الاسلوانات نفسها فيها غاز غاز 있다고 مكلف يعني. احنا كده اتأكدنا ان السرونيب ده فتح معنا كده ان الاشارة الكهربية بتاعته مزبوطة ايز اللي انت شاهده. طيب هنشايك بعد كده بقى على المانيوار ريليز. فطوة التانية ان انا بشايك على المانيوار ريليز بتأكد ان انا برضو لما هفتح طبعا انت بتعمل ريسيته وباكيب تشايك على المانيوار ريليز. انا هنفتح المانيوار ريليز اهو. اول ما فتح المانيوار ريليز اهوة تشد المانيوار ريليز بعد الدلي بتاعه على طول اشتغل السيستم. المانيوار ريليز المانيوار التاني هو اللي بيشتغل على طول. وهتتحكي ده اون السرونيويد انه السرونيويد بيشتغل معنا. هنا احنا هنقفل ونفتح تاني اهوة عشان ازاك تركز وتشوفها. هي دي هي البنز دي اللي لو ما بتفتح بتفتح اللي بيشتغل معنا. ده اللي بركب على راس اللي سلندر هد بركب عليه عشان يشتغل. اهو. اه زي ما انت شايفه. بفضل النزار شايفة بقى الحد ما ايه بتعمل بتاعك لان احنا مش موصلينه. لو طبعا لحنا لو موصلينه باللسطونا كانت اللسطونا فاتحة. فانت بتعمل بحيث ان انت تكمل الاختبارات بتاعتك وبعد كده بنركب الاكتويتر ده على راس اللسطوانة. طيب نفس اللي احنا عملناه دوت احنا عندنا حاجة اسمها الاستوانة المين والاستوانة الريفيرس. عندنا الاستوانتين. يعني انا عند السيستم ده استوانة واحدة هي اللي بتكفي الغرفة وتقدر تطفي الحريقة. بس على افتراض ان انت تطفت الحريقة وعايز تشغل الغرفة. واحنا قلنا ان الغرف دي بتبقى غرف خاصة غرف حساسة جدا. ففي الحالة دي بيبقى عندي المفتاح اللي انت شايفه دوت. المفتاح دوت بين المين والريزيرف. ان انا لو انا مشغل السيستم على المين الاستوانة المين هي اللي هتشتغل. ففي حالة حدوث الحريق الاستوانة المين هي اللي هتاخد الاشارة. لو قلبت السيستم على الريسيرف خلاص هتبقى الاستوانة التانية هي اللي هتشتغل. استوانة الريسيرف هي هي اللي هتشتغل. ليه? علشان لما يحصل الحريق فانا باخد الاستوانة دي اروح املاها. فلما هتاخد الاستوانة دي وتروح تملاقي ويقافي استوانة تانية مأمنا الغرفة. حتى بعد حدوث الحريق انت بتحاول تحط احتياطاتك ان انت مأمن الغرفة زيادة. بحيث لو برضو حصل الحريق تاني وانت لسه بتمدل الاستوانة او لسه يعني كأنها هي نفس فكرة انه وجود الاستوانة واحدة بيقافي استوانة بحيث لو استوانة ضربت التانية على ما رح املاها التانية بتبقى شغالة وبيبقى متأمن على الغرفة والغرفة تحت الحماية. فنفس الاختبار اللي انت شفته ان انا بفك الراس الاكتويتر ديت السلونويد ديت بفكها وبشوف الاشارات الكهربائية اللي هتوصل لها هتأثر عليها ازاي بحيس ان انا اتأكد ان ايه هتشغل السيستم. نفس اللي انا بعمله للمين هعمله للريسيرف. هقلب بعد كده السيستم على الريسيرف وابدأ اختبر النظام اختبر السلونويد بتاع الراس اللي ستوها. هنتكلم بعد كده عن اختبار مهم بنعمله في السيستم هو الانتجريتي تاست. اختبار الانتجريتي تاست هو الهدف منه ان انا اتأكد ان مفيش اي تسريبات بتحصل من الغرفة بس من خلال قراءات. من خلال اختبارات انا بعمل. فعندي الجهاز اللي انا شايفه دوت كده بيبقى يعني مكوناته عبارة عن حاجة كده زي الباب بيقفل بها الباب دوت بحيس ان هو يحط المروحة بتاعته وبعدين بيشتغل على مرحلتين. اول مرحلة انه يضغط هو داخل الغرفة وبعد كده تاني مرحلة انه بياخد الهواء من الغرفة. يعني بيضغط الغرفة وبيعمل دي بيعكس السيتم وبيعمل دي بيأخد ارايات بناء على ارايات اللي هو بيأخزها دي. بيبدأ بعد كده يعرف هل في تسريب بيحصل من الغرفة ولا لا? هنا بنشوف فيديو وهو بيعمل اختبار لغرفة. هنا بيحط المروحة هوت. المروحة دي كده كده هو بيعمل بيضغط الغرفة من جل جوة وبيعكس وبعدكده يسحب من الغرفة. يعني الاول بيضغط الغرفة وعكيدة يسحب الهواء من الغرفة. طبعا اللي بيعمل للشغل دوت هي الشركة المسؤولة عن الشركة اللي بتعمل الاياسات. فانت في المشروع ببقى عندك شركة تستا وفيه شركة للبالانسينج. فانت عن طريق شركة البالانس او لو هي نفس الشركة بتاعت التستا والالكوميشنج هي اللي بتعمل البيلانس. هم اللي بيعملوا الاختبارات دي. وبيدو لك تقرير ان الغرفة دي ما فيش اي تسريب. عايزك تشوف المروحة ايو هي شغالة. المروحة شغالة ايه. هو كده كان بيضغط. كان بيضغط الغرفة. وبعد ما بيخلص بياخد ارايتين. بيضغط الغرفة على ارايتين. وبعد كده يعمل يفضي الضغط اللي في الغرفة على ارايتين. وبعد كده يبدأ يقارن الارايات ببعضها. ويحسب التسريب. هل في تسريب في الغرفة ولا لا? هل في لكتجو ولا لا? هنا من الشفاف دي احنا بيبقى اللي موجود في الجوه شايف اللي بيحصل برا في يعني زي شفاف كده. لما بيفتح العلب دي زيادة اللي هي المدورة دي بيزود الضغط في الغرفة. فهو كده هيزود ارايت الضغط اللي هو بيضغطه. كان الاول فاتح اتنين دلوقتي فاتح اربعة. والمروحة شغالة ايه? يبدأ بعد كده ياخد الارايات بتاعته. بعد كده هنتكلم عن اخر حاجة مهمة وهي او تكامل النظام. وهو ان غرفة النوفيك ديت هي بتبقى غرفة من مست غرف كتير موجودة في المبنى. فانا عندي بيبقى فيه لوحة رئيسية. لوحة فائر الارم رئيسية. فائر الارم من كنترول بناء. دي بتبقى اللوحة الرئيسية اللي بيعمل عليها برمجة. بيتعمل عليها برمجة. هنا بيبقى البرمجة دي بيتم من خلال حاجة اسمها الكوزند افكت. الكوزند افكت اللي هو الحدث والتأثير. لما ايه يحصل نعمل ايه او ايه السيستم ايه الاكشن اللي السيستم هيعمله. بناء على حدث معين هيتم. فانت مثلا وليكن عندك غرفة النوفيك او الف انتو هندرد دي غرفة من وسط غرف كتير موجودة في المبنى. بس في حالة حدوث الحريق في الغرفة دي انت ممكن تبقى عايز تعمل اخلاء مثلا. ممكن تبقى عايز تعمل اخلاء الثاني. ودي بتبقى سيكونس او اللي هيحصل يعني الاحداث اللي هتحصل مع حدوث الحريق في اي مكان. فانت مثلا وليكن الفير سابرشان سيستم مثلا هيحصل الانزار الثاني في الفير سابرشان سيستم. معنا ان الانزار الثاني يبقى انا فيه حدث حقيقي للحريق. في حريقة حصلت فعلا. يبدأ بعد كده بقى يحصل ان مثلا تشتغل الاليفيتور. يبدأ يحصل المصاعد متشتغلش كيس ان فاير. المصاعد بتقف كيس ان فاير يعني يعني بياخد اقرب اقرب دور بينزل للدور الارضي وبيوقف. ولو حصل حقيقة في الدور الارضي بيقف اقرب دور سواء اللي فوق او اللي قابله المهم يكون المصار سالك في الهروب او مصار متاح للهروب. بعد كده عندك الادوار عندك الدور زي انت عندك لو فيه مثلا ادوار اكسس كنترول ادوار بتتقفل بالماجنيتك دي بتبقى مثلا بيركبوها في المباني على المخارج بتاعة الطوارئ او السلالم بتاعة الطوارئ بحيس ان ما نجيش حد من دور ينزل لدور تاني او يقدر يتنقل من الادوار في المبنى بسهولة. فبيبقى الادوار دي عليها سيكيوريتي عليها انسا لما حدش يقدر يفتح الباب ده غير باكسس مسلا بيبقى معاها اكسس كار. طيب لما بيحصل الحريق لا الادوار دي كلها بتفتح ذاتي خلاص بيبقى الاكسس كنترول كله بيتكانسل بحيس ان الناس تقدر تجري على المخارج بتاعة الهروب وتغرب من الدور اللي في الحريق. طبعا هنا عندي برضو ممكن تكونها تقف ممكن يكون البرمجة بتاعة السيستم ان في حالة حدوث الحريق في المنطقة دي مثلا الـ هتقف في بعض المناطق. حسب الصوفت وير وحسب السيكوان سوف اوبريشن. طبعا السيستم بتاع السموك مانيجمينت هيشتغل. فانت الدياب بتبقى عن طريق اللوحة الرئيسية. الـ الـ اللوحة الفرعية اللي بتشغل السيستم بتدي اشارة للروحة الرئيسية. بناء على الاشارة بتاعة الروحة الرئيسية ده بيحصل في السيستم تكامل للانظمة مع بعضها. هسيب ليك في وصف الفيديو رابط لتحميل مجاكلة الاتفاق الذاتي للغازات النظيفة. هتلاقي فيها التلخيص للشرح بالصور. وكمان الفقرات والنصوص الاسترشادية من اكواد الـ الفيديو اللي اتكلمنا عنها. المين ريليتيد كود لموضوعات الفيديو. الـ National Fire Protection Association. NLPA 2001. Clean Asian Fire Extinguation System. وNLPA 72. National Fire Alarm and Signal Group. اشتركوا في القناة.